بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم مستمعين العزاء حضورنا الكريم جمهورنا المميز جمهورنا الحبيب خارج هذا الميدان وداخله ما شاء الله نتمنى دائما التوفيق وأنه مستمتع بالحقيقة منذ طلاقة الصباح الباكر حتى هذه اللحظة والأشواط جميلة والعروض والمميزة هنا في أرضية ميدان الطي نسير إلى جملة في المركز الأول علي بن يمع بن سابت السويدي نقلتنا هناك على المركز وفي المركز الثاني براقة خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري بينما اللي في المركز الثالث من تأتي من ثبوت على ثالث المركز خلفان بن سيفة الأغويس السويدي وفي المركز الرابع هنا الشحينية راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري وفي المركز الخامس من تأتي صوغة خلف بن مطر بن علوان الاجهبي وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن هناك من الجانب الثاني من صوغان خلف بن مطر بن علوان وفي تاسع المراكز أيها الإخوة ما شاء الله ولا المركز الثامن الثامن اللي هي مش على مطر بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري تاسع المراكز هناك اللي هي الشايبة لمحمد بن راشد بن مبارك وفي المركز العاشر ما شاء الله شعار الزرعي من يتواجد هنا على ظهر تحضير صالح الشيبة صالح المزرعي هكذا هي النتيجة أيها الإخوة للمراكز ذعناها عليكم بالوفاء والتمام وجملة أيها الجمهور جملة أيها الجمهور على المركز الأول مسيطرة وفائقة على مقدمة شوط علي بن امع بن سبت السويدي بينما اللي في المركز الثاني المثبوتة لخلفاب بن سيف الاغواص السويدي بينما ثالث المراكز الشياتي لراشد بن سعيد بن عبيد بن الخليفة الحميري وفي المركز الرابع هناك تأتي بالرائية والخليفة بن عبيد بن خليفة الحميري وفي المركز الخامس هناك مش على مطرف سعيد بن عبيد الحميري هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة للمراكز الخمس ذعناها عليكم بالوفاء التمام بشاير سيد سلام حمد بن عبدالله بن حمد العمري وفي المركز السابع هناك من تأتي من صغار خلاص بن مطر بن علوان وفي ثامن المراكز شعار بن حباب ايضا من يتواجد هنا شعار جميل عبدالله بن ناصر الحباب الهاجري هكذا ايها الاخوة كانت النتيجة للمراكز دعناها عليكم بالوفاء والتمام نذهب الى الصدارة نذهب الى الصدارة نذهب مع الناموس في اجواء الناموس ايها الجمهور جملة هي من تسيطر على المركز الاول على المركز الجميل لعني بن يمع بن سابت سويدي ولكن الحميري دافع هناك مش على مش على لمطر بن سعيد بن عبد الحميري بينما اللي في المركز الثالث ايضا تأتي شاحني راجل بن سعيد بن عبد بن خليفة الحميري وصلت براقة خليفة بن عبد بن خليفة الحميري هكذا هي النتيجة اشعلت مش على زمام الركض اشعلت مش على زمامها وادائها الجميل ما شاء الله ما شاء الله مطر بن سعيد بن عبد الحميري هو من يتواجد شعاره على المركز الاول النقلة هناك على الشهينية بنص الشعار ولكن اختلاف الاسامي ايضا راشد بن سعيد بن عبد الحميري ما شاء الله وصل 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 خليفة وصل خليفة هنا على ثالث المركز خليفة بن عبد بن خليفة الحميري شعاره على ظهر براقة هكذا هي النتيجة الشحينية على الصدارة براقة تحاول الشحينية الشحينية هو براقة براقة هو الشحينية غيرت براقه إلى الصدارة غيرت براقه إلى النموس ما شاء الله ما شاء الله خليفة بن عبد بن خليفة الحميري شعارة على هذا الأداء الجميل مش على مطر من سعيد الحميري اللحظات الجميلة مع الميتين المتر الأخيرة الميتين المتر الأخيرة سلام يا الخواني سلام سلام الحميري سلام بوراشد السلام. ولكن المزروحي بدا يغترب. هنا تحضير لسيد صالح الشيبب صالح المزروحي تهانينا. لمالك براقة خليفة بن عبيد بن خليفة الحميل للمركز ثاني. تحضير صالح بن الشيبي المزروح المركز ثالث. المضرب الرابعة الرابعة راشد الحميل للمركز الخامس. المضرب سعيد بن حلوة المركز صادس عائلة بن يمعم صابة السويدي. وفي المركز السابع عبدالله مرفعه ما شاء الله هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة أربع دقائق أربع أربع ثانية ثمانية وسبعين جزمة ثانية تحانينة وناموس كل شكر دائما والتقديل لنادي دبيل السباقات الحجنة العربية التلاصيلة شكرا لرئيس اللجنة العليا المنظمة نارضية هذا البيدان سعيد بن محمد بخلفان بن حزيم شكرا إلى موقع ناموس الناقل الرسمي لهذه الرياضة العربية التلاصيلة موقع ناموس